انا من مصر. من مصر يا اهلا بك. شك بس في شوية تناقضاتها بيت توضحها. تفضل. بس شكرة موقفة من سيدة عائشة. انا مناسبة صحية. نعم. كذلك آية الله المدرسي. ما 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 علي نعم ما علي آراء آآ معامة من الشيء. لا تلزمني بيهم. بالمرويات. نعم بالروايات تلزمني. اللي هي اي شيء. مكتع بين اسم الكتاب. الروايات الصحيحة. بشيك تاريخيا ما ثبت ان سيدنا علي اقرم السيدة عائشة. لا لا لم يثبت لا. لم يربي؟ نعم. هذا كذب. هذا كذب. لماذا لم يأذبها بعد او انا اقول لك لماذا. اولا هذا طبعا خطأ شائع. اجي هو طبعا هو هو من عدكم ومو من الشيعة. هو كان من عدكم هذا الاول. انه امير المؤمنين اكرم عائشة هذا من عدكم. يعني الشيعة الاوائل من اقول كلمة الاوائل مو قبل مئتين سنة. قبل ثلاثمئة سنة. لا يجوي بعض الجهال للمعممين. حتى بعضهم على مستوى مرجعيات. جاهل. يقول اكرما وان علي اكرم عائشة. غبي. سابقا علمائنا سابقا سابقا ما كانت موجودة هاي اصلا بالكتب الشيعية ما موجودة. ما كويش اشي ما عدنا. الذي يقاتل جيش ثمن ايام لا يكرمه. شلون يكرمه. جالس يقصقص بروسهم والرواية تقول ان سيفه كان يقطر دم. دم دم. يعني يعني. 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 يعني واحد الان يقول بوتين جاي يكرم اوكرانيا. تخيل. تخيل. او مثلا امريكا اكرمت السعودية أمريكا أكرمت أفغانستان عشرين سنة أمريكا أكرمت أفغانستان لا أمريكا استحلت أفغانستان عشرين سنة دقتهم دك تي شي واحد يقول وإن إسرائيل أكرمت فلسطين تحت قبة الصخلة وين أكرمتهم واحد يقتل الثاني دك قصف هذا يقصف وهذا يقصف حرب شوف النظر الشيعية سابقا ما كانت هاي هس انتشرت عن طريق هذا القرد الوائلي وغيره ومدرمي غيره من ذول الطائحة هاي بدت تيجي من عدكم أنتم تحاولون ترقعون ترممون معركة الجمل بأي طريقة حتى لو تدفعون فلوس تغحرفون التاريخ لأن معركة الجمل جبل في التاريخ جبل ثقيل على قلوبكم فتحاولون شلون ترممونها كل مئة سنة تحط لك فد رواية تحط لك فد مثلا فد موضوع وإن علي أكرم عايشة وإن علي كان يبكي على قتل الجميع يبكي مثل مال وإن الحسين شنو أخواني يبكي على أعداءه في يوم عاش وراءه نفس القردة تكرر هذا الكلام طالعي قاتل النبي بشره يا علي تقاتل الناكثين والقاصطين والمارقين ذولا كانوا شنو ناكثين هذولا يبكي عليهم اللي النبي قال له راح تكتلهم واخران هذه يقبلها ما يقبلها إذن ليست من التراث الشيعي هذه الكلمات إن وضعت في الكتب فهي من كتب المخالفين حتى يرقعون 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 معركة الجمع بالنسبة لموضوع أن أمير المؤمنين أكرمها لا يوجد إكرام الشيخ المفيد في معانا إن شاء الله تعالى في المستقبل إن شاء الله أن الله عز وجل وفقني بس يصير عندي مجال وإلا ماكو مجال والله العظيم من الصباح للي الضغط بس الله يكرمني إن شاء الله أسوي لكم محاضرات تفصيلية عن معركة الجمع تفصيلية هي شقط شعر شعر حركة حركة وشوفكم شنو كان يصير إن شاء الله الرواية عندنا تقول أن أمير المؤمنين جاء إلى عائشة وضربها بالعصر وكسر الهودج إن تتوقع هذا الهودج شنو يعني حاطين مثلا بلاسق بسيط أكيد يطير وينكسر شادين شد قوي حتى ما يطير ما يتأذى بالهوى هذه الروايات عندنا إحنا الشيعة أخو المؤنتج هيتسأل عندي الشيعة إحنا الشيعة نقول أن الرواية عن الإمام يقول أن أمير المؤمنين جاء إلى عائشة وضربها بعصى بيده وكسر الهودج كسر كسر يعني الضربة كانت قوية وقال وقال لها في لحظة القتال هذه نقطة جدا مهمة ولعله أول مرة تقال بالمناسبة أول مرة تقال هذه الكلمة أنا ما سامع واحد قاله حتى أنا ما قايلها قبل وأقول أنه أمير المؤمنين ما سبع عائشة بمعنى الأسر يعني ياخذها من منطقة إلى منطقة يوصلها للكوفة لا أما سبي لحظة أي مصار أمير المؤمنين انتصر طوق عائشة بخيمة هذا كان سبي هذا شنو اسمه هذا شنو هذا شنو نسمي باللغة الكرواتية أخواننا بالأنفسنا الشعب البرازيلي شنو يسمون هذا يقولون هذا عملية سبي واضحة تطويق عسكري يعني كانت تحت إيدي طيب شنو سوى لها أرسل لها الحسين عليه الصلاة والسلام قال لا يذهب يا أبا عبد الله وقل لها ارجعي إلى المدينة لأن أعليهم فيه مشيئة الله والله عز وجل قال أنه لتأخذها وياك للكوفة رجحها للمدينة لأن أكو فتنة لازم تستمر بها هي أنه تفرح بمقتلك وتسجد وتمنع الحسن يندفن عند ولده عند جده النبي يعني فتنتها لا زالت باقية فحكمة الله أن لا تقتل أرسل لها الحسين وقال له يا أبا عبد الله اذهب وقل لعائشة إن لم تعودي أشهرت طلاقك للناس أمير المؤمنين في معركة الجمل طلق عائشة مع أربعة أو خمس شهود والرواية موجودة عندنا أنا ذكرتها في محاضرة بعنوان عائشة طليقة النبي لا زوجته شوفوها هناك أمير المؤمنين في يوم المعركة استمر سبعة أيام أحد الأيام أقام أناسا شهود وقال أشهدكم ألم تسمعوا أن النبي ترك أمر نسائه بيدي قالوا نعم قال فأنا أطلق عائشة وحفصة وأسقط عنهم ولقب أمهات المؤمنين هذا الأمر لم يشع بس بين أمير المؤمنين وبين الشهود الأمير المؤمنين قد زغسال أبيدي الحسين يلا اذهب وقل لها هي بالمعسكر أمير المؤمنين مسيطر عليها سبية تحت إيده قال لها قل لها اذهبي وإلا أشهرت تكلمت بكلمات أنت تعلمينها اللي هو موضوع الطلاق أشهرت بطلاقك فقالت مضمون الرواية أنه يا حسين أقسم على أبيك بالنبي ألا يفعل كذا فأني ذائبة فذهبت راغمة رغما عليها وعلى أبيها وعلى صاحبه رغما عنها ذهبت وهي راغمة هذا اللي صار طيب واحدة من القضايا اللي تنطرح أيضا أنه أمير المؤمنين أرسللها ناس تحميها شنو أمير المؤمنين أرسللها أولا لازم تفتهمون أخوان عائشة كانت فاتحة بيود دعارة هاتشو طقبطك هو تكتب علي مسجد مسلم سني موحد لعبادة الله والتوحيد لكن أنت الطب تلقى دق رضاع كبير وواحد هناك يجنب وهناك بعدما مكمل وهناك جاي يختسل غسل جنابه وهذا كان صدر حفصة يرضع بيه وذاك عائشة جاي يتعلمش شون يحاول ينام مع زوجته وهو طبعا بالبداية طبلة مسجد مسلم سني موحد بس دق هاي 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 يتكلم لك على بيئة المدينة المنورة ها يتكلم لك على بيئة المدينة المنورة مير المؤمنين صارت الزمان بيده ركز بهاي الكلمة صارت الزمان بيده الآن وطيعت بيوت الدعارة وين دعارة عزلنا بعيد خلص يا حفصة شيل الغراض لم الكراسي يلا شيل اللحافات ضميهن الى ان يموت علي يلا ضم اللحافات ضم المخات ضم هذا الفراشات يلا شيل فراشات الزلم سد البوب كنسة نظف يلا فأرسل أمير المؤمنين نساء مع عائشة لان كانت وحدة داعرة حتى يعني الزلم تقول يتحارشه بيه فوره النساء بقن ببابه كانني داوما ليش يداوما عرضوا راسموا للع مثل ما يقول الطرن الوائلي شنو أمير المؤمنين يحبه اللي يقول النبي يقول يا عائشة ما تتركوا عداوتنا أهل البيت اللي حطت السم بحلق أخو النبي محمد بالاعتقاد الشيعي أمير المؤمنين يحميها لا أمير المؤمنين حط حماية حتى بيوت الدعارة بعد ما تنفتح يقعد ببيتها وتنشب تذكر الماضي بعقلها وترتاحها من ما تعالي شنو سوت سجدت فخرجت في الشارع شنو قالت شوف شوف ركز قول قولوا للعرب أن تفعل ما تشاغل فإن علي قد قتل أول ما إجاها خبر قتل علي ليش قالت هاي الكن يلا حفصة يلا وين حفصة يلا وين الغلام يلا بو موسى يلا أكرم بعدك خوبان تارك تكسر لشمسة يلا ماكو ما اشتغلت من نا من نا يلا يلا سالم سبلان حبيب قلوا تعال هنا يلا يلا حفصة يلا يلا نظف يلا صيحي بنات خواتج بنات عمومتش اللي كانانين راض عن الزلم يلا 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 نفتح يلا كل نحنا يلا ترجع بيوت الدعارة يلا يلا يكتب لافتات يكتب باب رضاع الكبير للأم ونمومنين عائشة تعلم المسلمين ولمسلمات فتحت العالم كلها رجع رجع سوق الدعارة يشتغل بالمدينة المنورة سوق دعارة رجعت عائشة فرحانة قولوا للعرب أن تفعل ما تشاء قولوا للعرب أن تفعل ما تشاء خير شكوا عائشة اجسك من الله لا إن عليا قد قتل معاوية كانت السيطرة إلي ألاها بالبداية بعدين صارت مشاكل بيناتهم قال مرى مكبودة وتحتاج تطلع القهر خلافة علي فتركها بالبداية عادت نشاطها خطيئ فدخلت على الحسن المشتبى شوف شون جاي ينطيك السياق التاريخي فدخلت على الحسن وقالت يا أبا محمد الإمام الحسن المشتبى بعد مقتل الإمام علي ما فقد جدك النبي إلا حين ما فقد أبوك علي ليش قالت هاي الكلمة تقول له هي تشي خنقني علي تشي خنق مثل النبي النبي تشينت أقدر أكثر شي أسوي بحياتي كمنافقة أسبة أمنع عنا الطعام أأذي أحط لسيم أتجاوز علي كان مأمور من الله بالصبر لكن ما كنت تقدر أسوي فاحشة وزنة من مات فتحت بيوت الدعارة من إجي أبوك علي ست بيوت الدعارة كأنما محمد عاد فقالت للحسن ما فقد جدك محمد إلا حيث فقد أبوك علي وين الاحترام في المعتقد الشيعي وليس السنة النبي الصلى عليه السلم الحمد اللهم مع كلاوات مع ليبيان في المعتقد الشيعي لا يوجد احترام قذر من يقول هذا الكلام على المنبر ليس بشيعي قذر أو يكون جاهل وأنا يعرف بعض للأسف للأسف أقول هذه الكلمة للأسف للأسف جهال قالوها بجه وخرجت من أناس أنا أحترم هم للأسف لكن بعد مرات تصير قلت مصادر سهو غلط أهم شي عقيدة سليمة أكو بعضهم لا عقيدة موس سليمة هو منحرف ويطقها أيضا يقول عرضه رسول الله وأمير المؤمنين كان يكرمها ويدافع عنها فلا توجد كرامة بما ذكرت أنا في المعتقد الشيعي لا توجد كرامة بل ويوجد سبي لفترة معينة الله عز وجل أمر علي بهذه الطريقة علي لا يتصرف من كيفه في المعتقد الشيعي لازم تتعلمون علي ما عنده عقل بشري يطرع عليه الحق والباطل علي فيه مشيئة الله فما يفعله علي بمشيئة الله أهلا ومعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة